السلام عليكم يا شباب وأهلا بكم على قناة Cardio Minds ومع الجزء الثاني من موضوع Treatment of Acute Cronary Syndrome اتكلمنا في Part 1 عن General Lines of Treatment والAnti-Shrompotic Therapy النهاردة هنتكلم عن الSpecific Recommendations لو الWorking Diagnosis بتاعنا هو Stemi vs Non-ST Elevation Acute Cronary Syndrome نبتدي لو احنا وصلنا الWorking Diagnosis ان المريض ده عنده St-Elevation Myocardial Infarction ايه هي الSpecific Recommendations فيما يتعلق بالReperfusion Serapy في مرضى الاستيمي؟ زي ما كلنا عارفين Class 1 هو الReperfusion Serapy لأي مريض استيمي عنده Persistent St-Elevation أو Its Equivalence مع Symptoms of Schemia بقالها أقل من أو يساوي 12 ساعة لانه ده أقصى وقت للاستفادة من المايكارديال سالفج طبعا الأفضلية بتكون Primary PCI عن Fibrinolysis لو الوقت من تشخيص المريض لغاية ما أقدر أعمل PCI للمريض أقل من 120 دقيقة يعني أقل من ساعتين يعني أقدر خلال أقل من ساعتين أعمل PCI otherwise ساعتها بنبدأ نفكر في الفibrinolysis لو مش هقدر أعمل Timely Primary PCI خلال أقل من ساعتين بمعنى أن المريض ده عشان أنقله لمستشفى فيها أسطرها أنا ممكن أحتاج أكتر من ساعتين ساعتها الفibrinolytic therapy هيكون recommended ك Class 1 خلال 12 ساعة من بداية الأعراض لو المريض ده ما عندوش Contra Indications للفibrinolytic therapy اللي هنتكلم عليها بعد شوية حتى الآن البروتوكول ده في الريبرفوجن اللي قلناه فيما يتعلق بالPrimary PCI والفibrinolytic therapy بيمنع 30 حالة وفاة مبكرة من كل ألف مريض اتعالجوا في خلال 6 ساعات من بداية الأعراض في نظرية بيترحها بعض الأطباء اللي هي بتتكلم على فكرة أن لو العيان جايلي في أول ساعتين أو 4 ساعت مثلا من بداية الأعراض ساعتها ممكن يكون الفibrinolytic therapy أفضل من البرامير PCI بالذات لو أنت هتتأخر في الPCI مثلا أكتر من ساعة فأنت still within time limit بتاع الساعتين ولكن برضو الفibrinolytic therapy ممكن يسعفك أكتر مفيش حتى الآن داتا كافية تقدر تقول لنا ايه التريتمين ديلي ليمت اللي أكتر منه ميزة البرامير PCI بتفقد مقارنة بالفibrinolysis حتى أن النظرية دي كان بعض اللي بيكلم عنها بيقول أن أنت عشان تدي الفibrinolytic therapy بتديه خلال 10 دقايق من تشخيص المريض ده لو إحنا بنتابع البرتوكول طبعا أن أنا أشخص المريض على طول وأصرف السروم بوليتيك سيرابي وأبتديه as soon as possible لكن البرامير PCI معك لغاية 120 دقيقة عشان خاطر تقدر أن أنت تأكتبات الكاس لاب ونبتدي فعلا نعمل ريفا سكراريزيشن للمريض بالتالي الPCI مقارنة بالفibrinolytic therapy فيها تأخير ما يقرب من 110 إلى 120 دقيقة دول أصحاب نظرية أن الفibrinolytic therapy ممكن يكون أفضل لو العيان جايلي في الساعات القليلة منذ بداية الأعراض ولكن حتى الآن ما فيش داتا كافية على الموضوع ده فيه ترايل مشهورة قديمة شوية اسمها الستريم ترايل كانت نقشة الموضوع ده بينت أن أنت لو بتدي pre-hospital fibrinolysis يعني والعيان في الإسعاف بنبتدي له Fibrinolytic therapy ولنفرد مثلا بـ TPA أو بتنكت بلايز وبعديها بعمل early PCI strategy وانس المريض بيوصل لمستشفى فيها كاسلاب بيينت أن ده كان نفس الأوتكم للترانسفير فور primary PCI في الاستيمي بيشنز اللي جايين في أول 3 ساعات من بداية الأعراض اللي ما يقدروش يعملوا primary PCI within one hour يعني معنى كده حتى الآن إن فكرة pre-hospital fibrinolysis وإحنا في عربية الإسعاف وبعديها early PCI strategy ما فرقتش كتير في الclinical outcome مقرنة بالdirect primary PCI للمرضى اللي جايين في أول 3 ساعات ولكن خلي بالنا إن كان في زيادة بسيطة في نسبة حدوث الـ intra-cranial hemorrhage في المرضى اللي عمله البروتوكول الـ pharmaco-invasive strategy اللي هو pre-hospital fibrinolysis فحتى الآن ما فيش recommendations قوية على الـ strategy أي نعم كانوا بيتغلبوا على الزيادة في نسبة الـ intra-cranial hemorrhage بأنهما بيعملوا half dose من التينيكت بليز في المرضى اللي فوق الـ 75 سنة ولكن حتى الآن ما زال ما فيش specific recommendation لأن أنا أعمل pre-hospital fibrinolysis لو المريض فايلد معايا الفابرinolysis بمعنى إن انت شفت الـ baseline ECG والـ ECG بعد ساعة أو ماكسمم ساعة ونص ولقيتني الـ ECG resolution أقل من 50% هنا الـ Rescue PCI ضروري جدا كـ Class 1 إن أنا هنقل المريض على طول في monitored ambulance car لمستشفى available فيها أسطرة لأن للأسف الفابرinolytic therapy failed أو في حالة حدوث hemo dynamic instability electrical instability بمعنى حدوث malignant tachyarysmia زي الـ VT أو survivor من VF worsening ischemia أو persistent chest pain هنا برضو لازم أسكيدول المريض لـ Rescue PCI طبعا لو المريض عد عليه أكتر من 12 ساعة في حالة زي دية ما ينفعش أدي Fibrinolytic therapy ملوش أي دور هنا لازم primary PCI regardless time to transfer هياخد قد إيه لأن هنا Fibrinolytic therapy زي الليتو فساعتها هنقل المريض for primary PCI في حالة وجود ongoing symptoms أو في حالة وجود hemo dynamic instability طبعا لازم أن المريض الأسطرة أو life threatening arrhythmias primary PCI بصفة عامة بتكون indicated كلاس 2A في حالة إن الاستمي patient جايلي في خلال من 12 لـ 48 ساعة من بداية الأعراض هتقول لي إيه فرق recommendation دي عند اللي فاتت اللي فاتت كان كلاس 1 بس يتأكد على وجود ongoing symptoms أو hemo dynamic instability أو electrical instability اللي هي life threatening arrhythmias هنا بتكون كلاس 1 ولكن في حالة اللي بنتكلم عنها دلوقتي هو بيكلم على العيان جالي في خلال 12 لـ 48 ساعة من بداية الأعراض ما أكدشي هنا على الأعراض أو على فكرة hemo dynamic أو electrical instability فعشا كده هي واخدة level of recommendation أقل ولكن ما زال بعض المريض دوت محتاج primary PCI في registry مشهورة اسمها الفاص MI program ودي كانت French registry لحالات الأكيوت ST elevation والنون ST elevation MI بينت إن rate of all cause mortality في خلال شهر بعد median follow up 58 شهر ال invasive strategy في المرضى دول كانت أفضل مقارنة بال conservative treatment فلغاية أو 48 ساعة برضو الpatient ده محتاج يدخل primary PCI امتى بقى أقول إن المريض دوت ما يستفدش من الأسطرة لو العيان جايلي بعد أكتر من 48 ساعة من بداية الأعراض وما فيش persistent symptoms نخلي بالنا من الشرطين دول مع بعض لأن لو عيان جايلي بقى له أكتر من يومين وما زال عنده chest pain ده يستفيد من الأسطرة وخلي بالنا يا جماعة إن مش دايما المرضى بيكونوا دقيقين في إنه يقدر يقولك إمتى بالزبط بدأت الأعراض ساعات المريض ممكن يكون ناسي إمتى بدأت وحالات كتيرة بيكون العين في stuttering course on and off بقى له بال chest pain 3-4 أيام لكن لو أنت سألته peak of symptoms تفاجأ إنه بقى له أقل من يومين فعشان كده إنت ممكن تفترض بالخطأ إن العين ده فات عليه أكتر من 48 ساعة ولكن actually هو لسه في أول 48 ساعة من ال inforction عشان كده نخلي بالنا إن هنا بقول class 3 لو أكتر من يومين وما فيش persistent symptoms وطبعا الترايل المشهورة اللي هي occluded artery trial بينت إنه ما فيش clinical benefit في ال stable patients اللي جايينين بpersistent occlusion للinfarct related artery في خلال 3 إلى 28 يوم بعد ال MI من ال routine cronary intervention versus medical treatment alone وبالتالي المرضى دول هنتعامل معاهم بنفس الطريقة اللي بنتعامل بيها مع حالات chronic total occlusion according to the EC guidelines للchronic cronary syndromes في حالات بقى primary هنلجأ فيها للemergency cabbage rather than primary PCI زي إن المرض بيكون عنده patent infarct related artery يعني chemistry flow ولكن unstable anatomy لل PCI ومعاه large area of myocardium at juberty يعني جزء كبير بيتأثر بالinfarction أو مع cardiogenic shock أو patient عنده MI related mechanical complication هيحتاج cronary revascularization هنا هأفضل الحل الجراحي إنه يدخل ياخد graft على infarct related artery ونعمل repair للmechanical complication أشهرهم طبعا ال ventricular septal rupture أو الأكيوت's mitral regurgitation وحالات الفايلد PCI أو أكيوت cronary occlusion مش مستجيب للPCI هنا ساعتها برضو بنلجأ للemergency cabbage ولكن ناخد بالنا إنها للأسف مش بتتعامل بكسرة لأن هنا الاستفادة من السيرجيكال revascularization بتكون مفيش evidence قوي قوي عليها مع طبعا إن السيرجيكال risk في حالة الأكيوت MI بيكون أعلى ده اللي بيخلي إن معظم الجراحين بيكونوا خايفين شوية من إنه هو يدخل في حالة أكيوت MI محتاج emergency cabbage ولكن طبعا بتظل في حالات استثنائية زي ما قلنا بيكون الكابتش فيها أفضل من ال primary PCI من حيث الأكيوت outcome والlong term outcome نراجع مع بعض ال recommendation فيما يتعلق بال anti-platal therapy في الاستيمي قلناها في الفيديو اللي فات طبعا إن الأسفرم بيكون recommended for all patients of acute coronary syndrome في نفس الكلام هنطبقوا هنا على الاستيمي إنه ما يكونش عندهم contra indication برورة loading dose من 150 إلى 300 ميلي جرام والمنتنس من 75 إلى 100 ميلي جرام once per day كlong term treatment وطبعا ال P2I12 inhibitor هنا لازم يتاخد كloading dose وبعدين بنكمل عليه لمدة 12 شهر على الأقل إلا في حالات وجود high bleeding risk according لل academic research consortium for high bleeding risk اللي هو وجود one major أو two minor criteria وقلنا إيه هما الكريتيريا في الفيديو السابق اللي هو part 1 كلمنا برضو عن the choice of P2I12 inhibitor قلنا إنه براسو جريل بيكون class 1 فأي عين acute coronary syndrome will proceed to PCI فبالتالي أقدر أطبق نفس الكلام على الاستيمي التيكا جريلور بيكون recommended irrespective of the treatment strategy سواء invasive أو conservative وتقريبا هو ده drug for choice اللي بنستخدمه في الوقت الحالي في الاستيمي ولكن وضحنا إنه لو فيه choice ما بين البراثو جريل والتيكا جريلور في حالة PCI البراثو جريل بيكون أفضل في الحالات الأكيوت coronary syndrome اللي هيعمله PCI ووضحنا له عن طريق الإزاري ACT 5 trial اللي بيينت ميزة البراثو جريل مقارنة بالتيكا جريلور وكلمنا باستفادة عن الموضوع ده في الفيديو السابق إمتى بقى بالجأة الكلوبيدو جريل؟ لو البراثو جريل أو التيكا جريلور not available cannot be tolerated أو contra indicated وclass 2B إن أنا ممكن أستخدمه في الpatients اللي سننهم فوق السبعين سنة بالذات لو عندهم high bleeding risk ولكن ده recommendation أضعف قلنا إن glycoprotein 2B3A inhibitor استخدمها فقط for downstream زي في حالات النوري فلو أو الheavy thrombus burden during PCI وقلنا إن النايف patients ممكن نستخدم لهم cangrelor كclass 2B ولكن حتى الآن ما عليهوش recommendations قوية ونقشنا الpretreatment with P2Y12 inhibitor for the stem patients وقلنا إنه بيكون class 2B إنه may be considered for patients undergoing primary PCI strategy ونقشنا الatlantic trial with swithheart registry اللي بيينت إنه ما كانش فيه significant benefit من الimmediate pretreatment بالتيكا جريلور مقارنة بالpatients اللي أخذوا loading dose وانس إنه ما دخلوا الأسطر والبيجنو طبعا الpretreatment with glycoprotein 2B3A inhibitor مفيش حاجة اسمها إنه مريض استيمي ياخد glycoprotein 2B3A وهو awaiting الكاسلب لأ إحنا منعتمد فقط عن loading aspirin والloading P2Y12 inhibitor وبعد كده الأنتيكو أجلن during PCI أنا ما بستخدمش glycoprotein 2B3A إلا downstream نقشنا الأنتيكو أجلن برضو قلنا طبعا إنه لازم هاستخدم unfractionated heparin bolus اللي هي من 70% لـ meteonic per kg during PCI في مرضى الاستيمي برضو هنطبق نفس الكلام ده بعد كده على حالات النون استي اللي هتعمل PCI الانوكس بريم ممكن أعتبره alternative في حالات الاستيمي كclass 2A والبيفاردين كloading dose وبعدين infusion ممكن أستخدمه برضو كالترنتيف كل دول بيكونوا class 2A after unfractionated heparin والبيجنو طبعا إننا ما ينفعش أستخدم الفوندا بارينوكس في حالات الاستيمي لأنه في حالة زايدية هو بيزاود risk of catheter thrombosis طب هفطالت بقى إننا هعمل fibrinolysis هل الفارماكوس سيربي هنا هيختلف ولا لا طبعا إحنا عارفين إن fibrinolysis لو هو الـ reperfusion strategy بسبب إننا هيخذ أكتر من ساعتين عشان أنقل المريض لمستشفى available فيها كاسلاب لازم أبتدي الفابرinolysis as soon as possible اللي هو خلال أقل من 10 دقايق من تشخيص المريض هنا الـ pre-hostal fibrinolysis لو قررناه بالـ in-hostal fibrinolysis كان بيقل المورتالي بـ 17% بالذات لو اتاخد في أول ساعتين من السمتوم ولكن زي ما اتفقنا في كتل فارماكو invasive strategy كروتين حتى الآن مازال ما عليهاش evidence قوي ولكن في بعض الأوقات اللي ممكن الترانسفير ياخذ وقت طويل والعنجالي في أول ساعتين الـ pre-hostal fibrinolysis في عربية الإسعاف ممكن يعمل significant reduction في المورتالي طبعا بقى أفضل الـ fibrin specific agents زي التنك تي بلايز الـ التي بلايز أو الـ read تي بلايز على الـ streptokines لأن الـ streptokines هو fibrin non-specific وبالذالي bleeding risk بتاعه بيكون أعلى بكتير من الـ fibrin specific agents وناخد بالنا إن لو هستخدم التنك تي بلايز فعيان فوق الـ 75 سنة هنا هدي half dose مش full dose عشان أقلل من الـ bleeding risk والتنك بلايز زي ما احنا عارفين أحد مزاياه إنه هو الوحيد في الـ fibrinolytics اللي بيتاخد كـ single dose طبعا هدي أسبرين وكلوبيدو جريل في حالة الـ fibrinolysis برضو الأسبرين هديه بنفس الـ loading dose اللي هو العين هيمضغ القرص أو يتاخد IV وبعدين ما كامل على الـ maintenance dose مفيش حتى الآن داتة كافية دخليني أقول أدي ولا ما ديش تي كـ grelor أو proso grel مع عينيين الاستيمي فحتى الآن recommendation بيقول إن الـ P2I12 inhibitor of choice في حالة الـ fibrinolysis هو الـ clopidocryl مفيش evidence إن استخدام Glycoprotein 2P3A inhibitor هيحسم من الـ perfusion أو clinical outcomes مع الـ fibrinolysis بل بالعكس هيزود bleeding risk فزي ما اتفقنا حتى الآن Glycoprotein 2P3A استخدامها فقط كـ downstream بعد ما بتعمل العين أسطرة وتلاقي فيه indication إنك تستخدمهم طبعا العينين دول برضو هياخدوا anti-coagulation لغاية ما يعمل revascularization عن طريق الأسطرة يعني المدة بقاءه في المستشفى كلها أو لغاية 8 أيام كحد أقصى الإنوكسابرين IV ممكن أستخدمه برضو كـ class 1 كـ preferred anti-coagulation في حالة إن العين ده حتى الآن لسه ما عملش أسطرة الأسان 3 trial بيينت إن الـ net clinical benefit فضلت الإنوكسابرين على unfractionated heparin في المرضى اللي هياخده سرومبوليتك سيروبي بالرغم من زيادة risk of major bleeding فعشان كده الإنوكسابرين لو تاخدوا بالكو هنا هو واخد class 1 recommendation كـ anti-coagulant في حالة fibrinolysis لكن في حالة primary PCI الـ preference كان للـ unfractionated heparin و alternatively الإنوكسابرين لو الإنوكسابرين بقى not available second choice unfractionated heparin في حالة إن العين ده receiving fibrinolysis therapy نخلي بالنا إن هنا العكس الـ preference في حالة fibrinolysis therapy للإنوكسابرين ثم الـ unfractionated heparin مسموح لي أستخدم الفوندى بارينوكس في حالة العينين اللي بيريسيف streptokinase بدي IV وبعدين بكمل على ساب كوتينيس دوز كل 24 ساعة ده بيكون class 2A لما بعد كده المريض ده هيدخل أسطرة ساعتها بقول إن الـ patient دوت لياخد unfractionated heparin during PCI وطبعا الـ Oasis 6 trial اتكلمت عن دور الفوندى بارينوكس اللي هو كان أفضل من الـ placebo أو الـ unfractionated heparin في إنه يمنع الـ بالذات في عينين اللي بياخدوا streptokinase البيفاروزين حتى الآن ما تمش دراسته مع الفايبرين specific agents وعشان كده ما بنستخدمهمش حتى الآن في المرضى لا ياخدوا fibromyalytic therapy recommendations اللي كانت ليهم كانت في حالات الاستيمي بيشنز اللي زي undergo primary PCI الجدول دوت بيبين جرعات السرومبوليتك therapy streptokinase alteplase retiplase وبعد كده بيبين لي جرعات الـ anti-plated co-therapes اللي هستخدمها لإنه خلي بالنا الكلوبيدو جريل هنا اللو دين يوز مش هتبقى 600 ميلي جرام هتبقى 300 ميلي جرام followed by maintenance 75 زي ما احنا متعودين ولو سن المريض فوق الـ 75 سنة هكتفي فقط بـ one dose 75 ميلي جرام مش 300 ميلي جرام وبعد كده جرعات الـ anti-coagulants اللي بستخدمها مع الفايبرينوليتك therapy ولو تخدوا بلكوا هنا ما فيش اي ذكر للـ PIVR routine لانه زي ما قلنا مش تستد مع الفايبرين specific agents ايبقى الـ contraindications الفايبرينوليتك therapy عندنا absolute contraindications اللي ما ينفعش يؤدي فيها فايبرينوليسس ولازم primary PCR regardless of time اللي هيخدو نقل المريض زي الـ previous intra-care or stroke of unknown origin at any time in his life Schemic stroke في اخر 6 شهور CNS damage أو Neoplasm أو EV malformation Recent measure trauma أو surgery في خلال شهر GI bleeding في اخر شهر Non bleeding disorder باستثناء المنستورالساكل طبعا Aortic dissection أو non compressible punctures في اخر 24 ساعة لكن الـ relative contraindications اللي بتعني ان انت حاول تبقى الافضلية للـ primary PCI لان هنا الـ risk of bleeding هيكون عالي ولكن لو ما قدميش غيره هاتطر قديه زي وجود TIA في اخر 6 شهور Oral anticoagulant therapy Pregnancy أو اول اسبوع بعد الولادة Refractory hypertension Advanced liver disease Infective endocarditis Active peptic ulcer Prolonged out traumatic resuscitation طب بعد Fibrinolysis بعمل ايه؟ لازم كل المرضى يتنقلوا PCI capable center immediately Regardless of the results لو field هم مفهود يدخل في خلال 90 دقيقة حد أقصى ان انت الوقت اللي سمحت بيه انك تقدر تقيم نتيجة Fibrinolysis كان successful ولا لا لو العيان ده مثلاً عنده New onset أو persistent heart failure أو Cardiogenic shock بعد Fibrinolysis هنا الـ emergency angiography PCI plus 1 لو العيان ده successful Fibrinolysis يعني حصل أكتر من 50% resolution للـ ST elevation أنا هنا مفروض أدخل في خلال ساعتين لـ 24 ساعة لأن لقوا ان الـ strategy D بتقلل جداً من نسبة الـ re-infarction والـ recurrent ischemia مقارنة بالـ watchful waiting watchful waiting يعني ايه؟ اللي هو بعمل revascularization بس في العيانين اللي مازال عندهم severe ischemia أو عندهم LV dysfunction أو positive outpatient ischemia test otherwise ما بعملش ده غلط لازم العيان ده لو successful يدخل في خلال ساعتين لـ 24 ساعة ده بيبين لنا أهمية أنك بعد ما تدي Fibrinolysis تسعف نقل المريض لمستشفى available فيها كسلاب وطبعاً في monitored ambulance car لكن ما تفضلش سايب العيان باليومين والثلاثة وتقوله بعد كده انت محتاج تبقى تعمل أسطرة الـ diagram دوت بيوضح لنا كل الكلام اللي قلناه فيما يتعلق بالـ working diagnosis من حيث تعاملنا مع المريض منذ لحظة تشخيصه لإين هو الـ reperfusion strategy اللي هفضله للعيان ده على حسب الـ timing وعلى حسب الـ availability لـ primary PCI في المكان المحيط بالمستشفى اللي فيها المريض ننتقل للـ working diagnosis of non-ST elevation acute coronary syndrome الـ specific recommendations في الحالة دي فيما يتعلق بالـ invasive strategy في non-ST elevation acute coronary syndrome هنا بتكون indicated as impatient يعني during الـ hostile admission فأي عيان عنده high risk criteria أو high index of suspicion class 1 إنك تعمل invasive strategy with a range for coronary and geography plus minus PCI selective invasive approach اللي هي بنقصد بيها إيه؟ إنك تعمل ischemia testing زي مثلا stress imaging أو CT coronaries وبينت إن في evidence of ischemia ساعتها بتعمل selective invasive approach ده في حالة غياب very high risk أو high risk features لأنه لو موجودة حاجة من risk criteria ديت ده indicated العيان دوت يعمل أسطرة على طول والعيان عنده low index suspicion لـ non-ST ساعتها بيحق ليه إننا أختار الأول أعمل non-invasive testing وaccording to results بعمل أسطرة وبعالج العيانين ساعتها على حسب ESC guidelines للـ chronic coronary syndrome لأن هنا المريض انتقل من category non-ST elevation acute coronary syndrome لأنه ما عندوش لا high risk ولا very high risk criteria والـ index of suspicion أليل لـ category chronic coronary syndrome طب إمت بقى بقول immediate invasive strategy لو العيان عندو حاجة من very high risk criteria زي hemodynamic instability أو cardigenic shock recurrent أو refractory chest pain despite medical treatment in hospital life threatening arrhythmias بالذات ال-VT وطبعا ال-VF mechanical complications of MI acute heart failure presumed إنها تكون secondary للـ ischemia recurrent dynamic ST segment أو T wave changes بالذات لو فيه intermittent ST elevation مش مجرد transient ST elevation ويزولفد لا دي بتتكرر وساعتها العيان بيكون عندو recurrent chest pain ساعتها ده يعتبر very high risk criteria والعيان ده لازم يدخل immediate invasive strategy في خلال أقل من ساعتين يعني كإني هعملوا معاملة الاستيمي بالضبط early invasive strategy اللي هو خلال 24 ساعة بيكون recommended class 2A في حالة وجود واحد على الأقل من high risk criteria زي confirm diagnosis of non-STEMي بمعنى إن أنا في detection of rise or fall في الhigh sensitivity cardiac troponine فكده المريض ده مش unstable انجنا ده non-STEMي لازم يدخل فيه خلال 24 ساعة أو dynamic ST segment أو T wave changes ولكن مش recurrent زي الحالة اللي فاتت وإلى العين ساعتها يحتاج immediate invasive strategy transient ST segment elevation يعني حصلت وresolved ولعين الوقت chest pain free ده يدخل خلال 24 ساعة أو grace score أكتر من 140 اللي هو global registry of acute chronary events كل الحاجات ده indication for early invasive strategy خلال 24 ساعة هنراجع مع بعض الثاني الفارماكو سيروبي الانتي بليت السيروبي في حالات non-ST برضو الاسبن recommended في كل العينين loading dose ومعدين maintenance for long term treatment ال P2i12 in general indicated في كل حالات non-ST elevation acute chronary syndrome زي ما هو indicated في الاستيمي بيتاخد كإنشال ومعدين المنتنس لمدة 12 شهر على الأقل regardless treatment strategy unless في high bleeding risk according للاكاديميك research consortium اللي تكلمنا عليه في الفيديو السابق ولكن في non-ST ناخد بلنا من نقطة تختلف عن الاستيمي نقطة ال pre-treatment هنا بيكون بيكون class 2b في حالة استثنائية إن العين ده non-ST ولكن مش هيدخل early invasive strategy خلال أقل من 24 ساعة وما عندوش high bleeding risk هنا ممكن تدي pre-treatment loading dose once تشخص العيان according للاكوسترايل والدوبيسترايل اللي بيينت إن ما كانش فيه ميزة من ال pre-treatment بال P2i12 في ال non-ST patients وعشان كده واخد class 2b ولكن هنا بقى ال pre-treatment بيكون class 3 لو العيان إنت ما تعرفش ال chronary anatomy وهيدخل early invasive strategy في حالة زي دية إنت ما ينفعش تدي pre-treatment لكن لما العين يدخل أسطره وتعرف ال chronary anatomy إن العيان ده هيحتاج يعمل PCI ساعتها بعمل loading dose P2i12 inhibitor نوضح النقطة دية لأن مفيش class 3 recommendation ال pre-treatment فلستيمي العين ده كده كده هيدخل primary PCI لكن أنا بكلم عن non-ST patient في حالات ما ينفعش أدي فيها pre-treatment اختيار P2i12 inhibitor نفس الكلام اللي قلناه من شوية فلستيمي ال proso grill بيكون recommended class 1 في أي عيان هيعمل PCI التيكا جريلور class 1 برضو ولكن regardless treatment strategy لو هختار ما بين الاثنين براسو جريل بيكون أفضل من التيكا جريلور في أي عيان acute chronary syndrome فيديو السابق وصلنا للrecommendation دي وإمتى بلجأ لكلوبيدو جريل نفس الكلام لو ال proso grill أو التيكا جريلور not available cannot be tolerated أو contra indicated وشرحنا إمتى بيكون كلوبيدو جريل class 2b لو العيان أكتر من 70 سنة glycoprotein 2p3a inhibitor نفس الكلام downstream فقط في حالة nori flow أو heavy thrombus burden during PCI we in naive patients ممكن أستخدم كان جريلور ولكن class 2b حتى الآن وطبعا ال big no سواء في الاستيمي أو في النون استي elevation acute chronary syndrome هو pre-treatment with glycoprotein 2p3a مفيش حاجة إن اسمها إن باعي النون استيمي هنعمله أسطرة بكرة كearly invasive نعلق لو glycoprotein 2p3a infusion لغاية ما يامل الأسطرة لأ ده class 3 ومفيش أي evidence of benefit بل بالعكس ممكن يزود من bleeding risk بالنسبة لنقطة الانتكواجلان في النون استي البرينترا الانتكواجلشن زي ما قلنا recommended في كل عيانين الأكيوت chronary syndrome وقت التشخيص العيانين اللي مش هيعملوا early invasive strategy أو مش متوقع إنه هما يدخلوا خلال 24 ساعة ممكن أستخدم الفندق برينوكس كclass 1 في النون استي طالما هو مش هيدخل أسطرة خلال 24 ساعة بغورة 2.5 ميلي جرام once per day بستخدم unfractionated heparin لما العيان يدخل أسطرة وده بيكون class 1 بنفس الجراء اللي قلنا عليها البايشنز بقى النون استي اللي هيدخلوا early invasive strategy within 24 hours هنا الانوكسابرين بيكون class 2a كالترنتيف للunfractionated heparin بشرط ناسعتها هبتدي subcutaneous وبعدين أدي IV dose during PCI زي ما قلنا الانترافينس هنا هيبقى considerate في العيانين اللي pre-treated بsubcutaneous انوكسابرين لأن الكروس اوفر ما بين الانتكواجلنس اللي هو بالذات unfractionated واللوم الكلارويت هابرين المفروض نتجنبه في عيانين non-ST elevation acute coronary syndrome بوقف البرينترا الانتكواجلنس immediately after invasive procedure يعني العيان ده لو successful خلاص مش هدي انتكواجلنس بعض الأسطرة لو unsuccessful هكمل الانتكواجلنس during hospital admission والدياجرام ده في النهاية بيبين لنا إزاي بنتعامل مع حالة non-ST من ناحية الـ من ناحية بعد كده الترياج للبيشن ده امتا بحتاج أدخل immediate invasive في حالة وجود very high risk criteria فبدخل خلال ساعتين أو early invasive خلال 24 ساعة في حالة وجود high risk criteria otherwise ببدأ أفكر في ال inpatient invasive strategy أو في حالة غياب كل الـ high risk criteria وان العيان ده low index or suspicion بفكر في ال selective invasive strategy هل نتقي في الفيديو القادم مع الجزء الثالث من التريتمينت والهنائش في triple antistrombotic therapy والالترنتيف antiplatelet strategies